حكم من صلى من دون استعجال من دون استقبال القبلة إن كان عالماً وهو عارف بالقبلة فصلاته باطلة يجب عليه أن يعيد الصلاة مع التوبة ولكن إذا كان صلى في البلد وبلد الإسلام وهو قادر على أن يعرف القبلة وصلى لغير القبلة وانحرف عنها انحرافاً كاملاً يعني هذا القبلة غرب صله شمال أو صلى جنوب أو صلى عكس القبلة إلى جهة الشرق صلاته باطلة ويجبع أي عدد أما إن صلى من حراف يسير لجهة اليمين يعني صلى غرب شمال أو غرب جنوب من حراف هكذا لم يصل إلى درجة الشمال ولا إلى درجة الجنوب فصلاته صحيحة صلاته صحيحة أما إذا كان مسافراً في بلد غير مسلم أو في الصحراء في البر فيجب عليه أن يجتهد فين أصاب الحمد لله وإن أخطأ في صلاته صحيحة وبعض الناس أنبه لتنبيه هنا مهم جداً بعض الناس يزور قريبة يزور صديقة ثم يقوم يصلي سواء كان فرض أو نفل سواء كان مسافر أو مقيم يصلي القبلة هذه غرب فيصلي شمال فيأتي صاحب البيت ويعد له إلى جهة القبلة هذا لا قيمة لهذا التعديل هذا غلط يقول اجزاك الخير يقطع صلاتك ويصلي إلى القبلة واضح هذا خطأ شائع لكن لو كان في البر صلينا في البر وكلنا اجتهدنا وصلينا وجاء شخص بالسيارة هو يعرف تابعك هذا خلاص ما خله ما يظل فيه دراهم هو شيك استرح أنا على حسابي لا تشغل الله يحفظك فعندما عندما يصلي الإنسان لغير القبلة في البيت فأنت لا تعدله قل له يصلي إلى القبلة وأما إذا كان في البر في الصحراء أو في بلد كفار ما هي بلد مسلمين فيجوز أن تعدله لأنه يجوز الإجتهاد في مثل هذه الحالة أما الاجتهاد في بلد المسلمين ما في اجتهادات لابد أن تتأكد من القبلة ترجمة نانسي قنقر